هل جيش العراقي؟ معقولة؟ هل نحن في العراق وأين المليارات؟ سؤال ربما لن يكون مستغربا فيما لو طرحه أحد الناشطين أو المراقبين للشيان العراقي لكن أن يصدر من وزير الدفاع المسؤول الأعلى عن الجيش فإنه أمر جلل بلا شك يكشف الحال الذي وصلت إليه المؤسسة العسكرية في البلاد حال تؤكده العديد من التقارير الغربية إذ يقول موقع سنتر فور نيو أمريكا سيكيوريتي الأمريكي إن واشنطن فشلت في بناء الجيش في العراق بعد الغزو عام 2003 في ظل التغاضي عن استشراء الفساد بين الضباط الكبار وأضاف الموقع المتخصص بالدراسات الاستراتيجية إن الجيش لم يطور أبدا الكفاءة الأساسية في ساحة المعركة وهما ترجمته سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق عام 2014 لا يقتصر الأمر على الفشل في بناء الجيش وفق عقيدة وطنية بل يتعداه أيضا إلى بناء قوة موازية متمثلة بميليشيا الحشد التي تعتمد على القوات العسكرية الإيرانية في تدريبها بحسب مجلة أوريان الفرنسية والتي تقول إن هذه الميليشيا مؤلفة من مجموعة من الميليشيات ذات الأيدولوجية الخمينية لا تخفي رغبتها باستنساخ النظام السياسي الإيراني المتمثل بولاية الفقه في العراق من جانبه يقول منتدى جيت سيكوريتي الأمريكي للتحليل الأمني إن ميليشيا الحشد سرعان ما أصبحت قوة الضرب العسكرية الأولى على الأرض لا سيما بعد إقرار تشريعات سمحت لزعامات الميليشيا بقيادة التشكيلات العسكرية العراقية التقليدية بطريقة نفسها التي استطاع بها جنرالات الحرس الثوري قيادة الجيش والقوات البحرية والجوية الإيرانية الجيش الذي ظل طوال عقود تلت تأسيس الدولة العراقية صمام أمان للبلاد تحول بعد عام 2003 إلى مجامع مسلحة تفتقر للعقيدة العسكرية الجامعة تتقاذفها أدواء المحاصصة الطائفية والفساد التي تضرب سائر مؤسسات الدولة